يعني حتى نفصل بين اللوم وبين العتاب يعني احنا في بعض الاحيان اللوم يعني مثلا على سبيل المثال مثل ما قلت مثلا شخص مريض وما عنده قد يكون ما عنده القدرة المالية ما عنده اللومة ليش ما تسوي فلان شي ليش ما تسوي فلان شي هذا قد يدرج ضمن طائلة اللوم العتاب واللوم فرق شاسئ بينهم العتاب عن محبة عن إصلاح يعني اللي يعاتب اللي يعاتب عن محبة بلي يريد الخير بلي ما يريد الشهر بلي بلي أما هذي اللوم لا مو عن محبة يريد يأخذ نقطة عليك زين يريد يأخذ مأخذ عليك طيب هذا جاي عن بدوافع غير خيرة بدوافع مثلا حسد أو غيرة أو ما شابه ذلك اللوم اللوم إيه اللومك يقول لك مستاهل حلو ياك ليش ما نحط الطبيب هذا لوم بلي ليش ما راح تطبيب حلو يا بينما أنا تختلف الصيغة إذا تسمح لي أكو صيغة عن صيغة تختلف يعني هسرت فضلت بي نعم صحيح حلو اللوم ولائمة قوية لكن في بعض الأحيان يدخل من بأسلوب التعبير يعني مثلا مثلا يا بفلان لو رايح للدكتور هذا عتاب صار هذا عتاب هذا عتاب صار هذا عتاب صار هذا عتاب صار هذا إذن عندنا خلط طبعا خلط المطايم كثير يعني العتاب ينبع عن محبة جميع يعني أنا أحب ذاك الشخص تعتمي لكن إذا ما تروح أداك الدكتور ليش رح تداك الدكتور قلي ما قلت لك رح أداك الدكتور ما رحيت حلو هذا اللوم هذا كأنه أنا أحب أن أشاهد هذا المأزوم في أزمته أو هذا المفتون في دكتور هذا يصير اللوم مرة تجي من حرقة قلب على الآخر هذا عتاب يعني يعني نفس التعبير نفس التعبير يعني مثلا نية شنو نية الإنسان شنو مرة نية أنا نية داخلية من يو نية نيتي إذا كانت نية خير وإصلاح ونصح هذا صار عتاب أما إذا كانت النية لا أنا أبطن الشر بهذا الشخص والحب أن أراه هكذا مريض أو كذا أو واقع قلت لدي تمشي بهذا الطريق مش بهذا الطريق وقع وقع حلوية حلوية هاي لائمة هاي لوم بس كمرة قلناها ديابن وهذا مدموم اللوم مدموم أما العتاب غير مدموم يعني عتاب الشيء